عبد المنعم شاب تلاتين من حيس بوس كان يفترض أن يكون في هذا العمر في رحلة البحث عن عروس لكنه للأسف ما يزال إلى اليوم يبحث عن عمل وإذا أن يأتي فهو يسترجق من كل ما يجود به البحر من أصداف وغيرها إلى أن يدرك الفرج ليبارح العوز والحرج الصدفة هي المحرك لدى كل من يمتهن البحر فأحيانا يأتي الاسترزاق بصرف النظر عن العمل الشاب لا يحلم هذا الشاب سوى بمنصب عمل ليقمل بعدها نصف الدين ويطوي صفحة الوحدة والأنين عبد المنعم هو واحد من الشباب الغارقين في عذاب والذين يعيشون في أوطانهم عيشة الأغراب والسؤال الذي يبحث عن جواب هو إلى متى سيستمر الضباب ومن يخرج هؤلاء من دائلة الاكتئاب